حرب التجسس ساحة لطالما كانت السلاح الاستراتيجية الصينية الأول ضد الأعداء بدءاً من برون التجسس وانتهاءاً بالتجسس الإلكتروني الواسع النطاق العمليات الأبرز فيها التحصل على معلومات سرية من حسابات إلكترونية لموظفين في مناصب حساسة تقرير لشركة تباعة لجوجل حمل مجموعة مهاجمين سيبرانيين يرتبطون بالصين مسؤولية حملة واسعة من التجسس المعلومات طالت 16 جهة خاصة وعامة في أنحاء العالم وصفها خبراء بالأكبر منذ عام 2021 تنشط تلك الخلايا التجسسية في مناطق تعد هدفاً مباشراً للقضايا ذات الأولوية القصوى للصين بين الضحايا وزارات خارجية بلدان منتمية إلى ربطة دول جنوب شرق آسيا ومنظمات بحثية وبعثات تجارية خارجية مقرها تايوان وهونغ كونغ آخر ضحايا الحرب السيبرانية الصينية الولايات المتحدة حيث تعرضت وكالات فيدرالية لهجوم معلوماتي كبير وفق شبكة CNN يزداد قلق الدول الغربية حيال مناورات بكين في الفضاء الإلكتروني وتزداد معها الاتهامات المتبادلة التي لطالما نفتها الخارجية الصينية واتخذت موقع الضحية آخرها أوائل يونيو الجاري حيث نفت بكين اتهامات باستغلالها جزيرة كوبا كمركز تنصت إلكتروني ووصفت حينها الصين تصريحات مسؤولين أمريكيين بالشائعات والافتران لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر